نبدأ من موضوع التبادل التجاري بين العراق وعدة دول والذي بلغ 65 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري اقتصاديا ما الذي يعنيه ويشير إليه هذا الرقم برأيك نعم طبعا بالبداية تحية لكم والمتابعكم الكرام بكل تأكيد احنا عدنا تبادل تجاري سنوي بين العراق وبقية الدول يعني قائم ومستمر بحدود يعني يستورد العراق تحديدا ما يقارب ال40 إلى 50 مليار دولار وايضا يصدر من النفط تحديدا ما يقارب ال60 مليار دولار فعموما عادة يكون احنا المعدل التبادل التجاري بين العراق وبقية الدول العالم بحدود 100 مليار دولار سنويا على الاقل في مجال السلع السنتين الأخيرات زاد هذا المبلغ لأن حجم الإرادات اللي بدت تدخل للعراق أكبر من سابقاتها على اعتبارك وفرة بأسعار النفط وانعكست هذه الوفرة أو الأسعار انعكست مع حجم التصدير القياسي حجم التصدير القياسي انعكست إيجابا على الإرادات العامة وايضا زاد الانفاق العراقي من تبني موازنات عراقية للحكومة العراقية ترتفع واكو حركة بالسوق ترتفع ويها معدل الاستيرادات فهذان المعادلتين هو يعكسن حجم النشاط فحاليا اكو نشاط ملحوظ اذا افترضنا انه بالسنة السابقة معدل التبادل التجاري بين العراق وبقية الدول العالم بحدود المئة مليون مليار دولار ربما يكون هذه السنة سنة 2024 كذلك السنة 2023 السنة الماضية قد تتجاوزت المئة وقد تصل الى المئة وعشرين مليار دولار خلال السنة يعني حجم الميزان التجاري اللي هو صادرات العراق قابلها حجم الاستيرادات شنو لعدنا المؤشر البنك المركزي اليوم حاليا يبيع يعني بمعدل اكثر من مئة وخمسة وسبعين مليون دولار هذا هو مؤشر للتجارة وحجم الطلبات الاستيرادية للعراقيين يوميا يعني هذا رح يحقق تقريبا في نهاية العام ما يزيد عن 66 مليار دولار فهذه الزيادة هي طبعا نتيجة النشاط اللي متزايد نتيجة الاتساع في الانفاق الحكومي وايضا الحركة التجارية داخل البدد وحركة الاسواق تكون شوية متسعة أكثر وبها نسبة نمو طبعا هي نسبة النمو مرتبطة أيضا بحجم الموازنات وكمية المشاريع وكمية الأشغال هذه بالمجمل هي ممكن تطينا مؤشر عن حجم التبادل التجاري رغم هذه الأرقام سيد نبيل ورغم افتتاح مصانع ومعامل وما إلى ذلك وأيضا مرور العراق بشكل أو بآخر برحلة من التعافي الآن إلا أن نسبة البطالة في ارتفاع متزايد كيف نفسره؟ طبعا قضية البطالة هو تحدي دائم يعني مو تحدي بسيط يعني إحنا سنويا ممكن يدخل إلى سوق العمل ما يقارب المليون شخص من الذكور والإنات هذا يحتاجون وظائف يقابلها لازم إحنا يعني مشاريع تغطي هذه الزيادة المستدامة والسنوية والدورية بعدد الداخلين لسوق العمل فقضية البطالة هو تحدي دائم هذا من جانبه جانب آخر إحنا بعد نحجب المشاريع المفتتحة أو المعامل أو المصانع يعني هي مو بالدرجة اللي ممكن نوصفها بالثورة اللي ممكن تمتص بها كل يعني كل الطالبين للعمل أو الباحثين العمل وقضية أخرى أنه ممكن الباحث عن العمل هو ممكن يعني إحنا نقدر نشغله يعني بالنسبة للعراق والوظائف عادة هي مرتبطة أما بمهارات مهنية ومهارات علمية يعني ما ممكن أي واحد يقول أنا باحث عن العمل وممكن يشتغل في مجالات اللي تنفتح بعض المجالات يعني في العراق بدأت العراقيين أو التجارة أو المستثمرين أو حتى المصناعيين بدأوا يستقطبون يعني بعض الكوادر من خارج العراق يعني لكفاءتهم في بعض القضايا مثل ما تشاهدين أو تلاحظين أو يعرفها كل المشاهدين مثلا في قطاع الفنادق والمطاعم هذا المنتشر إحنا عندنا في بغداد على الأقل انتشار السوريين باعتبارهم عندهم مهارة في إدارة الملفات السياحية أو في إدارة المطاعم وغيرها من القضايا ممكن أكثر من العراقيين في مجال النقط بالتحديد والحقول النفطية وكل واحد يعني سيد نبيل هل ينطبق هذا الأمر أيضا على هذا المجال يعني أن تمنح تصاريح عمل لنحو 200 ألف أجنبي للعمل في الحقول النفطية فقط خلال أول خمسة أشهر من هذا العام ما الذي يعنيه ذلك أيضا؟ والله إحنا نريد نحكة على يعني أكون نوع من الحقيقة المؤلمة يعني يعني الشركة النفطية قد تستقدم عمالة من خارج العراق أجنبية الشركة النفطية تستقدمها من خارج العراق وتدفع لها مصاريف نقل وسكن وسفر وغيرها من القضايا وتدفع لها أجور راتب 20 ألف دولار فما فوق وما تستقدم عراقي من داخل العراق ممكن تمنحها راتب 2000 إلى 3000 دولار يعني ممكن تستقدم الأجنبي بتكاليف أعلى أكثر من 10 أضعاف أحيانا وما تستقدم العراقي داخل العراق طبعا هو لسبب بسيط يعني المهارة اللي يمتلكها الأجنبي مهارة الفنية اللي يمتلكها الأجنبي قد تفوق يعني ماكو غير تفسير بهذا البجال رغم أكو قانون وكو عقيد دي يفرض يحاول يفرض على هذه الشركات تشغيل عاملين لكن الشركة ترى يعني مصلحتها الخاصة في إدارة عملياتها الانتاجية نعم تريد أشخاص مناسبين في إدارة عملياتها الانتاجية نحن حتى لن ندخل في دوامة أنه الكفاءة العراقية وكفاءة الموظف العراقي موظف العراقي يكون كفوه من يحتك بالشركات الأجنبية من يدخل يعني السيستم مالته ونظامه وطريقة عمله وطريقة تعليمه مواكبة للعالم غير هذا الحديث أنا أعتقد هو يكون حديث يعني مبالغ به عن القدرات المحلية ويكون غير واقع إطلاقا إذن ما هو السبيل الأمثل سيد نبيل لحل هذه المعضلة والتخفيف من أثار مشكلة البطالة عن كاهل العراقيين يعني هن المؤشرات دول الغربية الخطابات السياسية دائما نسمعهم يحكي عن البطالة عن التضخم عن الفقر ذن المؤشرات هن اللي يحطوها السياسيين قدامهم في أي وقت باعتبارنا ذن التحديات الدائمة نعم فإحنا كعراقين لهذا ذن نحكي عن قضية تحدي دائم يعني هذا لازم عمل مستمر ودأوب وما انتهي أنا ما راح ينتهي في اليوم قضية البطالة ما طول أكو ولادات مستمرة وكنازة تدخل كليات وكنازة تدخل معاهد نازلة كبرى بالعمر وعوائل ذات كبار وزيادة بالنمو السكاني فهذا ما راح ينتهي قضية البطالة إطلاقا ما راح ينتهي فإنه لازم يكون شغل شاغل السياسيين هو توفير المزيد من الوظائف عبر القطاع الحكومة وعبر القطاع الخاص يعني السماح للقطاع الخاص بإنشاء مشروعات هو راح يمتص جزء من البطالة توسعة عمل القطاع الحكومي قد يمتص جزء من البطالة يعني هذا هو الميزان المستمر والدائم في عملية يعني خلق وظائف وخلق إنتاج وخلق مشاريع جديدة هو اللي هذا راح يمتص أكبر عدد وأكبر عدد من العاطلين وبالتالي خفف نسبة البطالة ما راح تنتهي نسبة البطالة أطلاقا لا في العراق ولا في أي مكان في العالم لكن هناك نوع من أنواع البطالة اللي يكون هي بد تكون ضرورية حتى تتحفز الناس على العمل باعتبارك وناس عاطرين وغيرهم ممكن ينتظر فرصة عمل إذا أحد من الناس تحاول التخليم عن العمل فهذه القضايا لكن نسبة البطالة المرتفعة هي مؤشر على فشل الدولة في إدارة شؤونها الاقتصادية الخاصة بالقطاعها العام أو في تحفيز القطاع الخاص للعمل وإنتاج أو الوضع خطط الاقتصادية لتحديد المشاكل شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي كنت معنا من بغدد